بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتسر كن فأنذر وربك فكبر وديابك فتهر والرجس فهجر ولا تمنو تستقسر ولربك فاسبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير سرني ومن خلقت وهيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يتمع أن أسيد قال لا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهك سعودا إنه فقر وقدر فقتل كيف فدر ثم قتل كيف قدر ثم نأثر ثم أبس وبصر ثم أدبر واستقبر فقال إن هذا إلا سهر يؤسر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سفر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر سواهة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتسنة للذين قفروا ليستيكين الذين أوتوا الكتاب ليستيكين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون كتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مسلا فذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر قال لا والقمر والليل إذ أدبر والسبح إذا أسفر إنها لا إحدى الكبر مذيرا للبشر لمن أشاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصرين ولم نكن نطعم المسكين وقلنا نخود مع القائدين وقلنا نكرب بيوم الدين حتى أتانا يكير فما تنفهم شفاعة الشاسعين فما لهم عن التهترة معردين كأنهم همر مستنصرة فرت من قسفرة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتاسوا فمنشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة أهل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المنزم فمن ليل إلا قليلا نسبه أو ينكس منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا إننا سنكي عليك قولا سكيلا إننا شعة الليل أشد وتأو وأخوى مكيلا إن لك في النهار سبها طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرك والمغرب لا إلا إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واجرهم هجرا جميلا وذرني والمكالبين أولي النعمة وماهلهم قليلا إن لدينا أكالا وجحيما وتعاما ذا وسط وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كحيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعذا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فقيف تتكون إن كفرتم يومي يجعل الزلدان شيفا السماء مفذر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاءت تخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثه الليل ونشفه وثلثه وطائصة وطائصة من الذين معك والله يقدر الليل والنار حلم أن لا ترشوا فتاب عليكم ففرأوا ما تيسر من الكرآن حلم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يدربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ففرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوه عند الله وما هو خيرا وأعظم أجرا فاستغفروا الله إن الله غفور الرحيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرؤي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا خرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن يشرك بربنا أهدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يكون سفينا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا امرقا وأنهم ظلوا كما ظناتم أن لن يبعث الله أهدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها مرئة ثرسا شديدا وشوبا وأننا كنا نقعد منها مقاعدا للسماء فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا ذون ذلك كنا ترائق كددا وأننا ظننا أن لن نوجز الله في الأرض ولن نوجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن ربه فلا يخاف بخسا ولا راقا وأننا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم هطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسكيناهم ما أنهلقا لنفتنهم فيه ومن يوضع عن ذكر ربه يشركه عذابا صعدا وأننا مساجد لله فلا تدعوا مع الله أهدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أهدا وإني لا أملك لكم درا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أهد ولن أجد من دونه ملتهدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعسي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناسرا وأقل عددا قل إن أدري أضريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يزهر على غيبه أهدا إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رسدا يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأهات بما لديهم وأهات بما لديهم وأصى كل شيء عددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا سلم يزدهم دعائي إلا سرارا وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وإستغسوا سيابهم وإستغسوا سيابهم وأشروا واستقباروا استقبارا سمع إني دعوتهم جهارا سمع إني أعلانت لهم وأشرارت لهم إسرارا فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فقد صلفكم أتأوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات الطباقا واجعل القمر فيهن نورا واجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتشركوا منها سبلا فجاجا قال نور رب إنهم عسوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا قال دوه الرب إنهم عسوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودى ولا سواعا ولا سواعا ولا يوس ويعوق ونشرا وقد أدلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا دلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا سلم يجدوا لهم من دون الله أنسارا وقال نور رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يدلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب يوفر لي ولوالدي ولمان دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واكية للكافرين ليس له داسية من الله ذي المعارج تعرج ملائكة والروه إليه في يوم كان مقداره كان مقداره خمسين ألف سنة فاسبر سبرا جميلة إنهم يرونه بعيدة ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم يعجي كلا إنها لضا نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجماف أوعى إلا إنسان خلقها لوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصرين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يسطكون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم ملفكون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغور ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا كبلك مهتعين فن اليمين وعن الشماء عزين أيتمع كل عمر إن منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون صلاة أقسم برب المشارك والموارب إنا لفادرون على أن نبدل غيرا منهم وما نحن بمسبوقين فترهم يخودوا ويعبوا حتى يلاكوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترقهم لله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد من القارئ فأما ثمود فأهلكوا بالطاقية وأما عاد فأهلكوا بريه سرسر عادية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء سرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعشوا رسول ربهم فأخذهم أخسة الرابية إِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا أُهَمَلْنَاكُمْ في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة فهملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحبِل عرش ربك فوقهم يومئذ سمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ذنات أني ملاق حسابية فهو في عيشة رادية في جنة عالية كتوفها دانية قلوا واشربوا هني أمي ما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما هسابيه يا ليتها كانت القادية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغذوه ثم جهيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراء فاسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهد على دعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا دعام إلا من رسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوطين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مقلبين وإنه لهسرة على الكافرين وإنه لهفق اليقين فسبح بسم ربك العظيم